سوق العمل خلص هروب جيها تشتغل معه أنا بـ 3-4 أحروف قناتك فيها هيأدرك هيحترمك أنت ارتحت أنت غلطت وأنت عم تسألني وأنا بالـ 95 بلشت شغل بودكاست جديد وحياة جديدة قوس بودكاست تحياتي إلى جميع تحياتي إلى لوكا كيفك؟ أهلاً وسهلاً ومرحباً بـ أمينوفسكي والجماهير الكادحة كيفك يا سيد أمينوفسكي؟ ما هي أخبارك؟ الكادحة قلتني أو لن أتعلم ما هي أخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال طب مني عنك وخلينا بما أننا بودكاستنا نحن 30 دقيقة خلينا نصب نصب الله نفوت بخضم الموضوع سوق العمل بس ليس سوق العمل أكيد لا سنغطي سوق العمل من ألف من A و Z لدينا 10 حلقات لدينا سيدي لذلك اليوم قررنا أن نعمل شيء اسمه مثل tips and tricks مثل ما بدك تتعلم شئ برنامج وبتلاقي عندك بيكون عندك معلومات ولكن بدك تضيف لها فبتلاقي هيك فيديو اسمه tips and tricks وبيكون كتير مهم فهي حرفيا الشيء وهذا الشي اللي لما تكتشفه انت بتحس انه ليش ما كنت بعرف هذا الشي من الزمان قديش هو شي مهم و قديش كنت عم ضيع وقت خلينا نقول أو خلينا عم نقول كنا راحين بدايركشن غلط هذا النوع من tips and tricks هو الشي اللي هيعطيك اتجاه بدون ما ضيعلك وقتك بليش وكيف وشلون وكذا ممكن نحن نفوت بتفاصيل بصراحة بس شو في عندك مثلا عطيني تب من التبات اللي انت كخبرة شخصية يعني شو ممكن تفيدني بسوق العمل هلا الصراحة الشي اللي له علاقة بسوق العمل يعني كtips and tricks انا حاولت بتحضير هاي الحلقة انه ما روح لا يعني لا مراجع ولا افتح حتى نت يعني من الشغلات اللي انا صارت معاين كوني يعني فتت ب فتت كثير اختبارات بموضوع سوق العمل والحمدلله قدرت انه انه حقق شي فحسيت انا ممكن يكون عندي tips او ممكن اولى العالم فرقم واحد اذا بدك تسألني شو اكتر نصيحة وممكن تفيد هي كيف تثبت حسن سلوكك واخلاقك هلا ممكن الواحد يقول شو هالفكرة البلا طعمة اكيد انا شخص منيح وانا شخص كتير مرتب وعم قدم على شغل صح او انا كتير شخص منيح لا بتلعب تلعب دور كتير كبير صح او بيقلك حتى بموضوع المنح الدراسية بيقلك انا كتير شخص منيح وعم قدم على منحة طب شو بيعرف الشخص اللي بيقبلك على انك انت شخص منيح انك هذا منيح قصدي بشخص منيح مثلا اذا انا بدي فوتات لا تريد شارك بفعاليات عرفتونا دول تبع التطوعية اسمع اسمع فيه شغلة مهمة هلا انا بدي وصفك مثلا امينوفسكي عندي شركة وانت قدمت سي فيي سكيلز نار مسلا سي فيي بيجني بورتفوليو خرنبعي كله من مجميعك شغل نار وشرار شو بيعرفني امينوفسكي ما حيفوت مثلا ما حيفوت عالمكتب ووشه عكر وممكن يشيل رجلو يرفس الباب ويفوت او هو وفايت مثلا ياكل بعدين يمسوك الأكلات ويخليهم مثلا على الطاولة عرفت؟ بدك تتحمل أخي دوك بدك تتحمل هكما هلأ لك بس اي فهمت عليك الفكرة هي يعني كتير شغلة يعني بحطوها ببالهم يلي يعني يوصفوا او اصحاب الاعمال او اصحاب الشركات انو نحنا بدنا بيئة نظيفة صح بدنا بدنا بيئة ملائمة للعمال ما فيها مشاكل ما فيها حدا المتجهم يلي بفيه الصبح ووشه ما بيتفسر وما بيتضحك لرغيف الصخن مثلا حدا متعاون بيعرف ياخد ويعطي الكميونيكيشن سكيلز تبعاته صح على فكرة انا الاشخاص اللي بيجتمع معاون مثلا الشخص اللي بيقول ان شاء الله عرفت؟ اللي ما بيقلك انو انا رح اعمل هيك كسر الدنيا عرفت؟ بيقلك انا ان شاء الله رح كسر الدنيا انا هاد الشخص بفكر فيه بطريقة مختلفة تمام بسمي مجرد كلمة هو ضافة عصياق الكلام تبعه لانو بتحسسك بوعيه انو شخص ايجابي ما هيشوف في السلبية تطلع على الايجابيات دائما مثلا انا لما قدمت على المنح الدراسي في خبرة بحياتي كانت مالة كبيرة هي عبارة عن كورسين صغار عملتهم لاطفال اطفال ويافعين يعني من اعمار الخمس ست سنين والكورس الثاني في خمسة عشر سنة يعني الماكس فهدول عقد ما هنون صغار وجزء كتير صغير بحياتي العملية هدول اللي اكتر شي ضويت عليهم بالمقابلات بالزاد تقول لي ليش؟ حلو حلو انو انت شخص بتحب الاطفال متعاطف عندك مشاعر يعني انو 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 شخص انساني ايوه 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 هي الفكرة انو انا بدي انا شخص منيح بس انا انتو محتى عارفوني مية بالمية لهيك اللي بيعمل مقابلة العمل معك او مقابلة ايشي لقبلك هو بيكون عنده مؤشرات يعني هل نحن عنا مؤشر بس انديكيتر انو هالشخص منيح شو المؤشرات اللي بيدل على انك شخص منيح اذا انا اشتغلت مع اطفال وهات كان شي تطوعي وهدو انا ما كنت مضطر بس انا رحت واشتغلت معهم وضحكت معهم وتسلينا وضحكنا وكذا هذا نوعا ما نوعا ما امينوفسكي بيدل على انك انت شخص منيح يعني ما هيكون واحد سايكوباث ويروح يعمل هدول الصصر ما هيكون الواحد سئيل وغليز ووشه ما بيتفسر ودائما سلبي ويروح يعمل شغلات تطوعية لهيك الشغلات التطوعية كتير مهمة بالمنح ومقابلات العمل لانه بتدل نوعا ما لانك انت شخص ما لك مختل اجتماعيا او عقليا تاخده بتعطيه اجتماعي نوعا ما عندك تحب البشر تختلط مع البشر حرفت؟ تماما فكر النصيحة فكر كيف اللي عم يوصفك عم يفكر هاي هي مية بالمية هاد شي كتير بساعي طيب في عندي تيب انا كمان لسوق العمل اللي هي اللي هي لما تشوف شخص فهمان بمجالك وحاولت اي اكبر منك تمام يكون اكبر منك بحيل عرفت فيه شخص اللي هو رفئك اللي بيعرف يشتغيل هذا كمان خليك معوه بس في عندك شخص اللي بيسموه المنتور او انك انت تدور على المنتورشيب يعني شخص فهمان بالكارير فهمان بالبزنس فهمان بهدول الامور عرفت؟ تجيبه يعني الزقفي حاول تعمله الزقفي تبعك هاد الشي بيفيدك بتصير انت بتشوف مثلا كيف بيحكي كيف بيتصرف كيف بيتعامل مع الزباين شو اللي بيركز عليها عرفت؟ هدول الشغلات يعني الواحد بيختبرن يعني بخمس ست سنين بيقلب سوى العمل حتى يصير عنده بقى هاي النتيجة انه انا لازم هيك اعمال بقى انت خدها هي كخلاصة خدها كخلاصة استفاد منها طب شي مره امينوفسكي انه انت حصلت على منتور وهذا المنتور قالك شغلية من خبرة كتير اذا عم تقلي انه اكبر انه اكبر انك خمس ست سنين او اكبر منه بصراحة انا بحياتي الحمدلله اجتمعت مع كتير ناس بكتير مجالات في شي في منتجين في مخرجين في اصحاب شركات في يعني ناس كتير بالبزنس فيه ناس مصممين عرفت كيف بكل واحد يعني بكل مجال من هدول فيه شخص يلي انا بعتبره هذا اللي صاحب الالهم خليا والي اللي الهمني بقرني معيني يعني لفرضا مرة كنت قاعد مع شخص حلو هو خريج جامعة كورنيل بنيونيورك سيتي تماما وعنده مثل ايجنسي هون هو في عنده شركة ومجال اختصاصه كان بالدراسة تسويق تماما هو اول من درس تسويق حلو تماما ماركتينج سألني مثلا مرة قدامي وليدك قلت له ستة وتسعين قال لي اوكي حلو انا بالخمسة وتسعين بليش اتشغل عرفت؟ عم يقول لي قداش هو يعني مخدر مواريق وعنجد هو شخص كتير فهمان يعني مرة مثلا هكنا نتناقش بموضوع مادة اعلانية هي فيديو حلو عم يعطاني مثال هذا الشخص كيف يفيدك بطريقة غير مباشرة قال لي قال لي انه طيب اذا انت عندك شركتين الدفايات او صوبيا هاي الشركة قال لك الادهان تبعها ايطالي المعدن من نيوزيلندا وما بعرف شو عطيتك مواصفات هائلة حلو المنتج التاني تبع الشركة التانية شو قلتلك هي بتدفي لك غرفتك بثلت سواني انا واحدة بتشتريه التانية؟ يعني بنجزب للتانية الصراحة بس انا بثلات اربع حروف قناتك فيها انا وصلت لي تماما هو عم يحاكيني انه خاطب العميل تبعك حلو بشي اللي هو بتدويع يعني نحنا 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 نحكي عن سوق العمل تبسنتريكس انت مثلا خلينا نقول انترير ديزينر عم تدور على حدا تشتغل معه انترير ديزينر حلو طيب اذا كان مقاول او كان مهندس او كان شركة او ما او هاتفر إذا أنت مثلاً لو فرضاً بتقل له أنه أنا بعطيك إنليمتد إدت بعضلك قد ما بدك مو ثلاث مرات بعضلك ومعض عضلك تصير بيد أنت كإنترير ديزاينر هتقول لي لا أكيد أنا ما رح أشتغل مع واحد كل ما بده تعديل صغيرة بيقلي وبضل بالمشروع مدري قداش طمعا مثلاً اللي بحقلك يا أنه لا هو عم يدور على حدا يعدل وبدون ما ينق هاي شغلة كتير بتهم بالسوق مثلا وثنين ما رح يعدل أكتر من ثلاث مرات يعني أد ما عدل أد ما عدل حيعدل أربع مرات صح صح كتير مربوطة بنقطة فيني أولى فيني أولى أكيد طبعاً دائماً بسوق العمل قد شو ما أخدت فرصة صغيرة عمال أكسترا وورك شو ما أخدت فرصة صغيرة صح إنما سكت قال لك هاي مودلينج عملي رندر أوكي أقوم بعمل رندر ولكن أنت صرفت كم ساعة زيادة أقوم بعمل تعديلات بالتصميم أقوم بعمل تعديلات بالمودلينج على جنب وعملت عليها بوست بروداكشن أعرفت وعملت عليها بوست بروداكشن وبعدت له أنه هاي الرندر تبعاً كله خالص بس أنا خطر بالبالي ليش ما بتعمل هيك بالديزاين بالمودلينج ممكن تعمل هاي الحركة تساوي هاي الحركة تطلع عندك المنتج أحسن بتبيع أكتر بقى بتسلبه أنت بالحكي ليك رقم واحد هيشوفك أنه عم تعمل أكثر هاي أدرك هيحترمك رقم اثنين هتزيد قيمتك عنده سيعرف أنه انت مو بس بتاع الرندر انت إذا طلع له شي شغل مودلينج انت حتكون بباله والشغلة اللي بعده إذا هو كمان إجاب أو اللي عم يساوي له مودلينج مات طلب سعر زيادة نا قاعد نا ما عد بده يعدل أول حدا حيتصل فيه انت الخيار البديل أمينوفسكي الشغلة كمان دائما بسوق العمل إذا فيك إذا فيك تطلع على الموني وايز دائما روح لقي شغلة تشتغلها لقي شغلة بتكلف مثلا ممكن تندفع لك عليها عشر ليرات وروح وظيف حدا يساويه بتسع إذا؟ مثلا اي بس لك كنصيحة لك أنا كشخص مجرد انت ما تفكر انه انت لما عملت هاد الشي انت ارتحت لا 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 انت تأخذ معك إذا كان نصيح هذا الشي إذا لو ساويته بإيدك سيأخذ منك لفردن لفردن أربع ساعات حلو انت صار في عندك فيه ساعتين انت تكبون تمام انت مختصرت كل الوقت لانه في عندك كومينيكيشن ساعتين ووجيني وصرت انت الوسيط صح انت صرت الوسيط بدون ما تحسن مرة أنا صارت معي حرفيا كنت سنة يمكن ثالثة مدري رابعة جاني كم مشروع ماكس احد تواصل معي قال لي بتشتغل ماكس ابو حميد انا مالي بالماكس بنوب ولا بفهم فيه ولا بحبه ولا بطيقه يعني كله تلعي لنفسي الواجهة قلت له اف انا ابو الماكس انا اللي بيشتغل ماكس انا سيدا ماكس قال لي حلو اخذ هذا الموديلج مجموعة مكاتب مسكت انا والله العظيم اخذت الفايلات هيك وحولتهم لرفيئي منه مسكت نفس الانك الدرايف وزتيته لعند رفيئي هده تشتغلها يا صديقي بالمبلغ الفلاني قال لي بيشتغلها تللو اشتغلها وانا صرت بس نصق المعلومات عرفت هلا اكلت من راسي شوية وقت بس مو نفس الوقت اللي انا اشتغل بايدي وبالتالي لقيت حدا يعطيني 10 ليرات اكيد وهذا الشخص استفاد اعرفت يعني بسوق العمل هاي احلى شغلة حرفيا هاي خليك دائما في نقطة انت كنت عم تحكي قبل شوية على الاكستراورك حلو ايام ايام بيجي لعندك خلينا نقول زبون وغالبا هاد الشي بالسوق السوري بتلاقيه ما في كتير خبرة بالسوق ما في كتير عين ما في مخزوم بصري بيعطيك مثلا شغلة بيقلك ساويلي 1 2 3 حلو حلو ايام حدا انت بتعطيه هاد الاكستراورك بس بيكون هو ما بيقدره تمام هاي شغلة قد تصير معك بس لا تبطلة يعني حتى لو مرأ معك هذا الشخص لا تصير طبع انه ايه بدك 1 2 3 بساويلك 1 2 3 لانه انت عم تطفي الكرياتي تبعك تمام واذا ضلت مطفية لفترة كبيرة انت رح تخسره يعني هتصير انه بس بتنفز بتصير مشين وهاد الشي الغلط مع التطور بقى دائما خليك يلي بتحاول صح ضلت هذه الاكستراورك وحاول يكونوا تصليحات يعني ما تحاول تكون انه انا هيك برأييه لا ما في شي اسمه هيك برأييه تمام لما بدك تعدل شي انت قل لي ليش حلو واقنعني فهمني يعني ليش هي صحيحة اعطيني ريزن مئة بالمئة مئة بالمئة تماما هون سأعطي الابرياضيات لك وقت تختار جهة تشتغل معه بدك تدور على فيه ثلاث احتمالات اجباريات عندك فيه عندك مكتب يعني نفرض انه شركة او مكتب تشتغل معه عندك مكتب فيك تطلع منه مصاري بس ما ستستفاد من خبرته يعني ما حيضفلك شي العمل اللي حتشتغله ما ستحطه بالفوليو تبعك بورتفوليو ولكن حتكسب منه مصاري هاد احتمال وارد خده الاحتمال الثاني انك انت تاخد خبرة وكتير تستفاد من هاد المكتب بس انت ما ينعطا لك ما يطلع ذلك مصاري هاد احسن احتمال احسن احتمال يطلع لك مكتب عم تقدر تستفاد وتاخد الشغل وتحط بالفوليو تبعك وبنفس الوقت عم يعطيك مصاري هاد احسن احتمال امت بتباعد عن المكتب لما لا في لا مصاري ولا خبرة اصلا تاخدها حرفيا بععد عن هذا احسن احتمال هادا هرب في هذه الاسناء هل يعمل شئ منطقي يدخل تفعل جميع حاول تشرح للحد الذي سيعطيتك خبرة وانه انت مؤهل تعمل به طب حدا زكي بيقول لي طب انا ما بقدر يعني انا في عندي ظرف خاص وما فيني لاقي هيك شي او هيك شي بيقول لك عمال مثلي بيقول لي انت شو عملت بيقول لك انا كنت اشتغل بار تايم مع مكتب الصبح يعني دوام صباحي هذا بس انه للمصاري وانا حرفيا ولا الشغل اشتغلته حطيته بفوليا ولا مرة عرضته بحياتي ومكتب تاني ليلي كنت اشتغل فيه اقل مصاري ولكن خبرة وفائدة كتير كبيرة او بتقلي انا مالي حيل اشتغل عن هذول بيقول لك ايه هاي مشكلتك ساعة الصفية مشكلتك صح يعني ايه صارت اسطر بس عم اختصر هاي النقطة لانه كتير مهمة بصراحة دوّر على الوين وين لما خلص انه هو يعني انت كمان تكتفكر فيه كصاحب بزنس هو عم يدور على عمالي رخيصة بس بي نفس الوقت في عنده خبرة بالمكان والاتموسفيري اللي حاطتك فيه تمام هارفت بقى هو ربحان منك لانك انت عم تشتغله برخيص تمام بس انت ارباح منه وانا صارت معي مرة واشتغلت بشركة لمدة سنة واحدة بس حدو بس غبات خبرة الدنيا يعني فهمت عليك انا طلعت يعني اقعدت من شهر سبعة على شهر سبعة بطلعت منها يعني خلص كل شيء بتقدمه هاي الشركة انا بعرف شلو هم بينعمل حتى كيف تتواصل مع اللزبون كيف تعمل بزمتاشن كيف تقنع اللزبون بفكرة هدول السكيلس كلنون يعني اذا ما قعدت بقرني فيها بزنس لانه اي اختصاص خلص يعني ما بمشي حق انت تكون بس ديزاينر بدك تفكر بزنس وايز اكيد لازم تعرف الشق البزنس كيف تجيب الشغل كيف تعمل مع اللزبون كيف تحكي معه كيف تقنعه انك انت اشتر واحد مان في ناس عنا بالسوق اليوم انا بعرف انه هنن ما عندهم سكيلس حلو وعندهم اكوبمينس بس عادية مثلا بسنن اقلين السوق ليش لانه بيعرف يقنع حاله انه هو اهم من اشتغل هاي الشغلة يعني عنده سكيلس اكتر من الواركينس مئة بالمئة بقى هنن لازم يكونوا بالمئة على هالسيرة دائما كمان بسوق العمل اذا فيه شيء تركاية كن مبادرة حتى لو حتى لو اكلت كم حتى لو انبخست حتى لو شو ما صار معك كن مبادرة مثلا قصة صارت معين قاعدين باجتماع وهذا اجتماع كله 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 انجليزي عرفت وعلى مستوى وعم يحكوا وعم ياخدوا ويقضوا بالمشروع اول ما تجي الفرصة هيك حدا يسكوت عرفت هيك يعم السكوت فجأة وانا الاصغر يعني نط فورا انا احكي اعرفت انه لا هيك ما هيك بتصير ما بتصير كذا يعني اخد الكلمة من تم العالم احكيه اعرفت هلا انا لاحظت انه احيانا بمداخلاتي كانت شوي مو مدروسة ولقيت شوي بكم كلمة ولكن بس لا خلصت خلص الاجتماع ومضي ساعة ساعتين صدقني ما حدا حيتذكر هي اللجة اللي انت عملت فيها حيتذكر انك انت بادرت حيتذكر الناس حتذكر الـ حيتذكر الـ انه اه هاد الشخص بالاجتماع بادر اه يمكن الفكرة كلها راحت وما بتذكر انت شو حكيت ولا هننشو حكوا وكله فات بالحيط ولكن تذكر انه انت بادرت فدائما نكون مبادرة صح صح اه هيا 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 خلينا نحكي على اهم اهم مقطة وهي تختصر بمقولة او هو حديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنهم صح اهم شغلية بالعالم اذا انت ما بتحكي مع احدا وانتواصل مع احدا ولا بتدعم ولا بتعمل اي شي بالعالم بس الشغل اللي بتعملها انت بتعملها حلو في مين رح ينكشك رح يجيبوك من تحت الارض يعني بس هلا هي مو يعني بس يعني انه انت ما لازم يعني كمان في قصة تانية هيا 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 حاحكيها مهمة كتير بس هي اهم فكرة انك انت تكون تعرف كتير تعمل الشي اللي بتساويه احسن للكمباتترز تبعاتك والناس اللي بيشتغلوا نفس الشغلة بس كمان لحت تورجيك اهمية الكميونيكيشن في مصور اسمو بيتر ميكينن حلو نزل فيديو باول هو الشور كتير كندي هو هو عم يحكي لك قصة اول صورة لقيلهم عرضت بقلب مجازين حلو نعم هو كان في مجازين كل شهر يروح يسناوله تبع فوتوغرافي يتطلع انه لك الصور شو حلوين لك كذا والله انا بقدر اعمل هيك انا عم بعمل اليوم هيك شي ليش صور اللي معلوم موجودين هون بقلب هاي المجازين عرفت؟ بعتلهم اول مرة تانية ومرة تالت مرة مصور معلم برج ايفل بس من زاوية كتير بعيدة هيك صورة غريبة وذلك وقديمة وحاطة زيارة كتير غبي عرفت بل 2005 او 2006 يعني عم يعلك ان قصة قديمة كتير عرفت؟ اهم اخدوها اخدوها وعرضوها اياها عرفت؟ هو مثلا كان كان متوقع انه هلأ التلفونات هلأ الإمفسترز هلأ وين مع دلحق هي ما عم لطلو شي اعرفت؟ بس علمته درس انه 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 انت لتوصل سموير ما بتجي لعندك انت بيك تروح لعندك صح صح مئة بالمئة لا تتوقع انك تتخبّ وحدا حي يجي لقطك من بين الركام يقول لك مرحبا انت والله منيح بها القصة تعمل لي هالشغل ما ما حدا وهذا سبب حاليا شوية تحولي لللينكتين لأنه حرفيا هو المكان اللي انت يعني اذا تخبّيت عن كل شي لا تتخبّع لي حرفيا يعني يعني على اللينكتين كون واضح الناس بتحب الإنسان اللي بيسموه الفيزيبل يعني الإنسان اللي موجود يعني انا اذا انا دائما والله بحاول انه انا ايما اتمن كتب اسمي على جوجل انه يطلع شيء أي شيء دائما كون الفيزيبل هلا انت بتكتب اسمي على جوجل بتطلع شغلة بتطلع في مقالة كاتبة بتطلع مقالة اللي من الفين وخمسة حدا كاتب عن مشروع عملته بتلاقي فيه مصابقة فايت فيها بتلاقي حساب على إيشو بتلاقي اللينكتين سي او يعني انت بتحكي على سي جي او كذا السمية اللي بدك انت بالسي جي او كذا بس هدول الشغلات بس حرفيا لما تكتب الاسم بيطلع شيء هلا يمكن هنن ولا شيء هلا هنن يمكن انا مالي عمل شيء بس على الأقل لما حدا اثنين يحكوا ويكتب حدا على جوجل اسم بيطلع شيء على الأقل بيطلع شيء عرفت؟ هذا تعقيبا عن نقطة اللي عم تقوله ابو ادم على قصة الجوجل ومع جوجل انك انت لما تكتب على جوجل هيك بيطلع لك هاي الشغلة اختصاص كامل اسمه سيرش انجين اوبتمايزاشن يعني جوجل هو سيرش انجين شيء بتعمل بحث بقلبه عرفين؟ انك انت تعمل اوبتمايز للكونتين تبعك بطريقة ما حتى يصير يطلع اكتر بالسيرش انجين مثل جوجل مثل يوتيوب الى اخرى طيب كيف عن طريق شغلتين شيء اسمه اكسترنال لينكس وانترنال لينكس هدول بتكتر منهم يعني انه بتخلي بلوغ يذكرك عرفت كيف؟ بتخلي حدا من كذا ارنى من كذا موقع يعني من كذا مكان يمنشنوك ويحطوا اللينكات تبعاتك بقلب هذا البلوغ حلو؟ عم تطلع هذه تمام والانترنال انك انت تحط اللينكات تبعاتك مثلا تروح على لينكدين تحط لينك الانستجرام مثلا بمكان معي عرفت؟ هذا اسمه انترنال لينك او انك انترنال لينك بيكون بقلب الويبسايت انك تحط مثلا لينك للأباوت بقلب الهو مثلا بس هاد الشيء غبي يعني بس انه بيعملوه بطريقة مور وشغلة تانية بالسيرش انجين فيه برامج بتقلك مثلا هاي الكلمة كم مرا كتبت بجوجل بهاي سنة عرفت شلون؟ اه بصير انت بتدور على ترندي كيووردز وبتلحشهم بقلب البوستات تبعتك او بقلب البلوغز تبعتك هاد الشيء بيعلي ريتك شوي 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 واذا بدك تمام الوكيبيديا هاي كمان كتير بتفيدك اذا بدك تمام الوكيبيديا باسمك بدا يكون في عندك يعني مرجع او اتنين حاكين عنك شخصيا مع اثباتات ان انت هاد فلان الفلاني بصير عندك فيه كلمة الوكيبيديا بتكتب بقلبه شو ما بدك انا مختلع الزرة الامينوفسكي العظيم تعرفت؟ مو شو ما بدك فيه شغلات بسراحة بسراحة بس مهمة مهمة الحكي كتير كتير مهمة حلو 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 يمكن تقريبا يعني ونحنا وصلنا بس جعب علي احكي كمان يعني فيه شي هيكا ببالي شي هيكا تب مهمة انه كذب بالمعقول يعني كذب بالمعقول كيف انا بتذكر مثلا مرة كنت عم باخد شغل فانه ابو حميد انت بتعرف جي اي اس ف يعني امينوفسكي بلا تردد بلا تردد انا ال جي اي اس انا الاختراط ال جي اي اس او يعني حسات اللي عم يسألني انه انه انت غلطت وانت عم تسألني عرهت؟ انه شو عم تسأل شو عم تسأل يعني شو عم تحكي هاي بمعقول هاي انت بتسميه لا ليش ليش بالمعقول لانه لانه صحيح انا كذب فيي ولكن انا ادل انا ادل كذبة كيف انا ادل كذبة كيف انا سكرت المكالبة من هون شغلي بعد ما بعرف ممكن كان اسبوع كذا فورا معلم كورسات مكسفة جي آي اس عرفتلك فتحت فتحت على شاشة chat GPT عرفت فور وعلى شاشة كورسيرا وبلشت نصق عرفت وبلشت افتح هون وشيب هون وطلع من هون شوية من هون وعرفت الاساسيات انه بحط هاي هون باخد من هاي خلاص تمام انا عرفت كيف انه ب بإطار او الفريمورك تبع المشروع تبعي بعرف كيف استعمل جي آي اس اي شي اي شي اي شي اي شي ادفانس انت وبقلب الشغل ممكن تسأل حدا زميلك من هون ممكن ترجع تسأل chat GPT من هون ممكن اذا الشغلة كتير استعصت مثلا تسأل اللاين مانجر من هون عرفت انه بس انه بس انت معللش اضافة تعرف هاي ايمت بتلعب معك ايمت انت اخذت خبرة لما الواحد مرة تاني رح يجيك سؤال عليها عرفت انت خلاص صرت بتعرف اولادي انت هذا الشي انت قدران تتوسع له وعرفان انه صح تتوسع له هلا تمام حسنا اذا اخذت خبرة مئة بالمئة مئة بالمئة فهاي كتير نقطة مهمة النقطة كمان في هيك تبايا كتير صغيرة كم دحكي فيها انه خلي عينك وقدنك بكل مكان بالشغل بالشغل اللي انت موجود فيه سواء شركة او فريلانس ما حدا بيشتغل بأي دبارتمنت او بأي لفل سواء ببوزيشينات السينيور او الجونيور او الميدل ويتس او الاسوشييتس او اي حدا دائما خلي عندك صديق او رفيق او ادن او عين هاي كتير مهمة مرة كنت عم بسمع انا قاعد عالمكتب وفي مكتب وراي عم يحكوا مكالمة عم يحكوا مكالمة فذكروا معلومة انه بدنا هاد اللينك مدري شو بدي يوصل لمشروع كذا كذا هك ذكروا المكالمة من هون انا كنت طقق له لينك المشروع وين او الميدل اعرفت؟ اعم لقاها انه اوف يعني كذا انه تشتغل اصلي يعني دائما انت بدك تكون يعني ادنك شغالة ما بدك انت ضل لا منزوي ولا منقطع وبدك تضل تكون اكتف يعني هي اهم شي انا بشوفه بسوق العمل صح هاد الشي بيفتح لك مجال انه يعني تتوسع كبوزيشن حلو؟ يعني الشخص اللي هو عم يشتغل بيقدر يلحق عشي تاني هاد اداري انا هيك شوفه هارفة؟ بقى انت قدران تقاطع حالك لمدة خمس دقايق تحكي بنقطة منفصلة تماما ترجع لشي اللي انت عم تساويه هاي سكيل الحالة هاي سكيل كتير مهمة بصراحة وكتير نادرة بقى يعني اكيد دوت مية بالمية ولا هم تحكي بنقطة كتير حلوية لك تخيل قلبك هاي الحلقة عن جد ممكن كتير تفيد عالم في ممكن في نقطة يمكن ما حكينا بمرحلة معينة انه انت قبل ما تاخد الشغل كيف حكينا يعني كيف انت بتوصل للبوزيشن كيف الكنيكشن اللينكتين الضل اكتف حكينا بالمعارف حكينا بالمنتورشيب حكينا بالسمعة والحسن الاخلاق والسلوك كمان في نقطة بحب نوية عليها وكتير فادتني لمعت براسي بعد ما قرأت كتاب اسمه Unfair Advantage ما هو يعني متل المزايا اللي عندنا الميزة الميزة الغير عادلة يعني التلخيص الشامل لهذا الكتاب انه كل انسان مننا عنده ميزة غير عادلة فيه واحد يا اخي والدان بتم معلقة من الدهب معه مصاري يعني ورتان عرفت فيه حدا والدان زكي كتير بس ما معه مصاري فيه واحد والدان كتير عنده وكتير 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 بيعرف يبني علاقات عرفت كل انسان عندنا بالكرة الارضية عنده ميزة ممكن تكون Unfair Advantage هو لغتك بحد ذاته يعني يعني اللغة الانجليزية اكيد الولدان نيتف ومعه اللغة نيتف بيكون عنده Unfair Advantage علي عرفت طب شو الملخص اللي بدي إليك يا دائما ندور على Unfair Advantage اللي انت عندك ياها شوف انت شو أكتر شيء Unfair Advantage انت بتمتلكه على الآخرين ممكن يكون ذكاء ممكن يكون مصاري ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون شو ممكن يكون كمانا حكينا فيهم تقريبا هلا برايحين عم بالي كلهم بس كتير حلو الكتاب مثلا Unfair Advantage اللي حكيناها بحلقة اللغة الإنجليزية انه أنا لما دورت على شغل دورت على شركة بيكون عنده ماركت متوجه قوي على الخليج وقلت Unfair Advantage تبعي على باقي اللغة العربية مثلا تماما يعني هذا مثال بصير فبنصح الكل يقرأ هذا الكتاب هنحط لكم لينك أو الصورة تحت أيام الأنفير أدبانتج بتجي شغلة يعني الواحد ما بينتبهه لأبدا يعني مثلا نحن عالنا بالشركة هون في شخص هو الوحيد بيناتنا يلي بيسمي كل فولدر و بيرتب كل الفولدرات المنظم المنظم جدا أعرفت كيف أنا شفته هيك أنه مثل غارديون أنجل عندما شفته عم يشتغل أعرفت؟ أنه وينك من الزمان صرنا يعني أي شيء بيخلص ومساكس تليم أنت فنمت ذبت شكلس خوش صح أحيانا 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 ما متنتبه أنه عندك أنفير أدبانتج أحيانا صح لك أمينوفسكي بدأك تكون كتير أنت واضح مع نفسك على الأقل بينك وبين حالك يعني كلكم عدوا مع بعضكم أقولوا أنه أنا عندي الأنفير أدبانتج هي بس كمان أنا شو الشغلات اللي ما بقدر أعملها مثلا بدك تكون صريح محالك أخي أنا مثلا بالرندر حمار ما ما بحب الرندر يعني ما ولا عندي إكسبرينسي ولا فيني نافس حدا فيه مثلا ممكن أتطلع عن طب أنا شو عندي بالمقابل شيء أنا بقدر نافس وبتركز أكتر شيء على الشيء اللي أنت عندك يا وبتلحشه بالكفر لاتر وبالسيدي و بالفوليو حرفيا بتساوي هكذا صح 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 يعني لإلاك رب العمل لا بيهتم بالشغلات اللي أنت فيها نص نص ولا بيهتم بالشغلات اللي أنت فيها ضعيف بيهتم بالشيء اللي أنت قوي فيه لأنه هو بالنهاية عنده تيم وما بده واحد يستلم كل شي كل شي فبنده يشوف إذا أنت أقوى شي عندك بناسبة التيم أو لا ممكن يكون سكتشات رندر مودلينج تفكير إدارة تنظيم طاليفة فركز على أكتر شيء أنت قوي فيه هاي كثير مهمة عندي عندي تعقيب كمان كثير زريفة اي حسنا حكينا عن الشخص اللي بدي يفوت بقلب سوق العمل من ناحية أنه هو يجوين تيم أو يفوت على شركة أو يفوت على مكتب طيب في هذا الشخص اللي بيلاقي حاله كثير سكيلفول وكثير عنده خلفية بالبزنس وقدراني يأسس شي لحاله هارفت كمان هذا الشخص لازم نعطيه يعني نحفزه أو نعطيه دفش لأدام لأنه ما بتتصور إذا كنت ملم بالاختصاص تبعك وعرفان السوق كيف ماشي فوراً اذهب لها وخليها ساوية اليوم قبل بكرة يعني أنا اللي هلأ بتذكر لما استيستكو ستوديو مان يعني 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 شخص أبار قبل بكرة نخم прямо نف nih هم.. عرفت؟ ما هذا التفصل كانش لها؟ اثناء عرفت الطابق؟ تفتح business لإلك تعمل شيء مستقل كمان go for it ركز على شغلات اللي علاقة بالماكتينج ركز على شغلات مع الكوبي رايتس عرف أنك أنت تكتب شيء اللي أنت بتقدمه بطريقة يونيك عرفت يعني حاول رينياء وقراني فيه بطريقة مختلفة عن الناس التانين وخلص أنه بتشئ طريقك صح صح و أحلى شيء بهذا البودكاست كمينوفسكي أنه عم نحكي تماما كشخص فايت بمجال أنه شركات ووظيفة ومراتب وهايراركي وشخص مثلا مثلك أخذ شق لحاله أنه لا أنا بدي أعمل شيء لحالي فريلانس شركة أساسها من الصفر أتعب عليها حتى أوصل فيها لدرجة معينة كمان يعني كمان حسب الظروف حسب البلد اللي أنت فيها فهذا الشيء هلو ومو دائما المشروع اللي تفتحه بيكون هو مشروع العمر يعني أنا بالنسبة لي قوس استوديو هو شخص كبير من شغلي لكن أنا لا يمكن لي قوس استوديو يعني أنا لدي شركات مع شركات أيضا يعني قوس استوديو وصلتني إلى شركات معينين عرفت ماذا؟ لأن الناس رأيوا قوس استوديو مين يعمل هذا الشيء؟ دعونا نعمل معه دعونا نعمل معه دعونا نعمل هاي إمكان نحكي عنا أكتر بهاي جزئية في حلقة جاية بين شغل الـ 9-5 وبين شغل بيسموه اللي هو الشخص اللي عامل بزنس هو بيشتغل فريلانس لحاله هو عامل كل شيء وشخص تاني لا أخي أنا لزقت بها الشركة عندي وظيفتي عندي وعندي هاي التاركت ففيها يعني كثير هاي نقطة جدلية عفكرة هلا صايرة ومخصصين لها إن شاء الله حلقة من الحلقات القادمة حلقة كاملة لحن نروح نحكي فيها أظن وصلنا رحنا نطلعنا لحن نص ساعة سربنا كيف الحكي صحيح صحيح بس ممتع كان الحديث سعيدة البارت 2 بارت 1 لا 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 استمتعنا والحلقة حلوة وطلعت معي الحلقة من حلب الحلقة الحلقة مجائجة مجائجة مئة بالمئة وصلنا أخي أمينوفسكي إن شاء الله استمتعتوا معنا ويعني بنتمنى منكم تشاركونا تعليقاتكم على الأقل لايك سبسكرايب لايك شير وتصبحوا على خير السلام عليكم السلامات السلامات